روح لزميلنا سعود القحطاني اللي جاي اليوم وكان مسفر القرشي مسفر ماخذي جاز ورايح يومين كذا نقول لنا سعر خير يا سعود سعر النور رأيتك العافية يا خير عبد الله أكيد سعود اليوم عندك كثير من الأخبار المهمة في الرياضة السعودية نعم صحيحا بداية حرح فيك ورحب ضيوفك الكرام الله يحييك معنا الأخبار الخبر الأول لجلة الانضباط تعاقب مقهوي البلوي القرار تضمن يعني أربع ردات فعل قررت لجلة الانضباط إيقاف لاعب وسط الأهل إحسين المقهوي مباراة واحدة تغريمه أربعين ألف رياض سعودي للاتكابه السلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام التعاون أيضا صاحب هذا القرار صاحب هذا القرار ودود فعل متباينة أهمها سرعة اتخاذ العقوبة ويعد هذا القرار هو الأول لرئيس لجلة الانضباط خالد بانصر أما بالنسبة للخبر الثاني فبراير يكتب أهم سطر في تاريخ نور الرياضي استلم فريق المحامة الخاص باللاعب محمد نور تأشيرات الدخول مع نهاية الأسبوع القادم سيتواجد نور في سويسرا لفتح العين بي ويصدر القرار النهائي بعد عشر أيام من فتح العين بي وفي حال تطابق العينتين سيكون هناك جلسة استماع لللاعب الخبر الثالث البلوي يترشح لرئاسة الاتحاد أكد أبراهيم البلوي عزمه على دخول الانتخابات القادمة لرئاسة الاتحاد البلوي منصور أكبر داعم ونحن إخوان ولا يفرقنا خلاف اتحادي ولكن ظروفه الصحية أبعثته قليلا ينتظر من إدارة البلوي ينتظر من إدارة البلوي حسن ملف تجديد الثلاثي عسيري والمولد وبجندوح خلال الفترة المقبلة هذا بالنسبة لأخبارنا اليوم نتوجه زمية عبدالله الله يعطيك العافية سعود شكرا لك اشتركوا في القناة